إلى موضوع آخر الآن وبالشراكة مع جيلي منتدى رؤساء المؤسسات نظمت جمعية سيدرا للمقاولة الاجتماعية اليوم الطبع الأولى لمنتدى شباب المقاول بمشاركة حوالي 300 شاب من حاملية المشاريع وأصحاب المؤسسات الناشئة في أول خطوة لتجسيد الاتفاق الموقع بين المنتدى والجمعية نهاية الأسبوع الماضي المنتدى غطاه عن دير نيوز الزميل مراد حاج عمر قبل أن يمضي أسبوع واحد عن توقيع اتفاق التعاون والشراكة بين جيلي منتدى رؤساء المؤسسات للمبادرات الاستثمارية الشبانية وجمعية سيدرا للمقاولة الاجتماعية الطرفان ينظمان الطبع الأولى لريادة المقاولتية عند فئة الشباب بمشاركة قياسية ناهزت 300 مقاول شاب مرحبين البعض المنظمات، أن تنظر من الملولطات المنظمة ومن المنظمات للمنظمة والغادة المنظمة ومن المنظمة في مشاركة في المنظمة للمنظمة للمنظمة من الممنظمة لذلك ينظم إعطاء تتخذنين ضد التعاون مشتحة في ولاية النشاط من المنظمة طبيعة من الناس الزميل لدخل الطريب للمنطعب للمتابعة بيكارات الأماعية للتعليم لتحدث بالتعليم ونعمل في دائم الأشعران من كمتبعهم ونحن بإعطاء المعاكمة وفي أدعاء المدارة وفي أدريك المعاكمة وفي أدريك المعاكمة لا يتساعدون هذا وفي أدريك يدعون أن نفعه في الأدريك المعاكمة للمتابعة المعاكمة من أجل التعليم ونحن نريد التعليقات التي نحن فيها اليوم لأنه يكون أولاً كوتشي ونحن يكون أولاً قد يكون أولاً لأنه هو رسورة الامن ونحن هنا بيننا لتحديثنا المنتدى في طبعته الأولى والذي احتضنته المدرسة الجزائرية للأعمال شكل فرصة للحضور من الشباب من حاملية المبادرات لمناقشة وتقاسم الخبرات المهنية في مجال إعداد المشاريع وتأثيرها وتجسيدها ميدانياً C'est un programme qui est organisé par l'association CIDRA qui est conçu pour 20 participants et porteurs d'idées de jeunes motivés qui veulent réaliser leurs propres projets et nous avons une vision de changement positif Une initiative pour l'entrepreneuriat citoyen et pour rendre le projet à l'Académie durable et pour permettre aux prochaines générations aux prochains jeunes Algériens leaders de se former et d'avoir un soutien et un appui à leurs initiatives C'est un programme de renforcement de capacité des jeunes pour l'entreprise et pour l'entreprise et pour les jeunes et pour les jeunes